متلازمة تأخر الموازنة قضية اعتاد عليها العراقيون في عهد حكومات الاحتلال ولسيما في السنوات الأخيرة حيث تكاد السنة تنقضي ولم يتفق البرلمان بعد على تشريعها السنة الحالية اقتربت من الانتصاف وما زال جدل الموازنة قائما لينتظر الجميع الرأي البرلمان في موازنة الثلاث سنوات وكيف ستتم مراقبتها في حال تم إقرارها مع تغيرات أسعار النفط خبراء اقتصاديون يرون أن هناك خلافات حول تأخر إقرار الموازنة ومن بينها وجود عجز كبير في قانونها كما أن سعر النفط الذي احتسب فيها هو أيضا محل خلاف بين نواب يعتقدون أن هذا السعر عال جدا ويجب أن يتم تقليله أو أن يكون بسعر متوازن ويؤكد الخبراء أن الموازنة الجديدة التي يجري النقاش حولها في البرلمان تختلف عن سابقاتها في حجم الإنفاق الانفجاري والعجز المتوفر فيها وأنها موازنة ثلاثية سوف تنعكس عليها الكثير من الكوارث منها زيادة حجم العجز المالي واستنزاف الاحتياطي المالي البنك المركزي وتكبيل العراق بالمزيد من القروض الداخلية والخارجية وعلى حياة المواطنين سوف يكون تأثير الموازنة الثلاثية من خلال زيادة التضخم في الأسعار بسبب التعيينات غير المخطط لها فضلا عن تكريسها للاقتصاد الرائعي وعدم وجود توجه حكومي لتنويع مصادر التمويل ما يعني أن العراق سوف يبقى تحت تأثير تقلبات أسعار النفط عالميا المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة باتت مهددة أيضا بسبب تأخر إقرار الموازنة حيث لم يعد هناك وقت كاف للاتفاق مع المقاولين الذين سيتولون تنفيذ هذه المشاريع وسيكون الوضع أشد صعوبة بالنسبة للمشاريع التي ستنفذها شركات أجنبية وكعادة الموازنات السابقة لا يتعلق تأخر إقرارها على خلافات حسابية وتقنية فقط وإنما تتعلق بخضوعها للمساومة بين الكتل السياسية ووضعها تحت مقصلة نظام المحاصصة الذي يعد أصل خراب البلاد من كل النواحي